ينهي معاناة تجاوزت الخمسين عاما وذلك من خلال تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية لكورنيش ترطوس فأصبح بإمكان أهالي هذه المنطقة الممتدة على مسافة تقدر بالكيلومتر الحصول على رخص ملكية واستثمار بعد منعهم من أن يرمموا أو يبيعوا بيوتهم تم الوصول إلى دراسة تخطيطية تنظيمية لتعديل هذا التنظيم وتم عرضة على مجلس المدينة وعلى المكتب التنفيذي بالمحافظة وعلى الليجنة الإقليمية وأخيراً تكللت بموافقة السيد وزير الأشغال العامة والإسكان وهذه خطوة رائعة كل أهالي ترطوس يستنوها ونحن بموجب هذا التنظيم الجديد لهذا صار سعر المفعول وصلنا إلى مخطط تنظيم منطقي وواقعي يراعي الشروط الفنية أولاً ويراعي الاعتبارات الاجتماعية ثانياً ولكن ليس على حساب الشروط الفنية 45 مقصام صاروا شهزين تقريباً للبناء بشكل كامل صار مخطط كروكيات تخطيطية تفصيلية لكل عقار موجود ممكن أهالينا بالمنطقة يراجعونا في مجلس المدينة لحصول على هذه المعيانات والمعلومات كاملة من حيث المساحة للمقاسم عدد الطوابق وإمكانية الاستخدام صار بإمكان كل المالكين أنه يستخرجوا تراخيص بناء طبعاً كل بناء حسب ما موضح في المخطط التنظيمي الجديد الذي صدر واللي بيحقق أقصى حد من الاستفادة ويحقق العدالة لناس استمرت معاناتهم طويلة الواجهة الشرقية الكورنيش البحري من فندق طرطوس الكبير جنوباً وينتهي عند حديقة الطلاق طبعاً هذه المرحلة الثانية بالدراسات السابقة لحظت هذا الشارع التنظيمي واختارت الحل الأعدل والأمثل لمساعدة ناسنا بالحال الاجتماعي الناس نفسهم اللي قاطنين ضمن الشارع التنظيمي أو اللي باقي من أجزاء من عقاراتهم ضمن الكتال الغربي هذه المرحلة إن شاء الله نحن بصدد إعداد الدراسات الكاملة وإخضاعها للتلاتة وعشرين بما يحقق العدالة التعديل الأخير أعاد إن عاش منطقة تكاد تكون غير مأهولة بالسكان فعلى مدى سنوات طويلة ومع عجز أصحاب هذه البيوت عن ترميمها أو استثمارها أصبح البقاء فيها خطراً يهدد حياتهم بعد تهالك بنيتها الأمر الذي أجبر بعض الأهالي على البحث عن مكان آخر أكثر أماناً نحن ما فينا ما نشتغل شيء وبيوتنا تعبانة ما كانوا يسمحوا لنا نعمر ما كانوا يستحنوا لنا أن نعمل أي شيء فيه نطلب قيمة بيعطونا أقل منا المعالجة سنة عانية لبيوت تقريباً مهدنة كلها مشاققة وممنوع أن تترميم تزعى البريدي بدأت ترميم ممنوع الترميم ممنوع تعمل أي شيء ممنوع تبيع ممنوع طفيم تعبانة ممنوع أن تصب غرتي لسه ما راجعنا هنا لأن القرار ما إلو يومين ثلاثة ونتمنى أن يتسارعوا بالقرار كمان ما يضلوا هيك وقت طويل لأنه كمان بيوتنا تعبات لا شك أن التعديل الجديد أوجد حلاً لمعضلة دامت أكثر من نصف قرن مع ما لحق ذلك التأخير من اعتبارات أخرى كالفارق الكبير في تكاليف الترميم وأسعار العقارات إضافة إلى ما عاناه الأهالي بخروجهم من مناذلهم طوال هذه المدة حسن محمد لقناة سما محافظة طرتوس ترجمة نانسي قنقر